أهلا فيكم أخواني شركة نجاح في الجزء الثاني من المحاضرة الثلاثين من كورس التسويق الإلكتروني الشامل وتعتبر المحاضرة التاسعة من كورس احتراف التصميم لمدة ثلاثين يوم بيدريلها سبحانه وتعالى طبعا في محاضرة اليوم نحن توقفنا في المحاضرة السابقة إلى أنه خلاص الجزء الأول كيف نجهز الاسكريبتر الإعلاني أو المصر الإعلان اليوم إن شاء الله بيدريلها سبحانه وتعالى هنتعرف على موقع بالذكاء الاصطناعي أصوات بالذكاء الاصطناعي كاملة بيدريلها سبحانه وتعالى هذه الأصوات صالحة أنك تستخدمها في الإعلانات الخاصة بك صالحة أنك تستخدمها في نفس الهضاء على المحتوى الخاص بك وتقدر أنك تسوي لك جناة يوتيوب تقدر أنك تسوي لك صفحة على الفيسبوك وكلها تتكلم بالذكاء الاصطناعي وتستطيع من خلالها أنك توصل إلى جمهور كبير جدا وكي شبه خلونا نبدأ معكم إن شاء الله في الخطوات العملية جهزنا النص وهذا هو النص اللي جهزنا في الجزئية الأولى الآن إن شاء الله في الجزئية الثانية حينبدأ ندخل على الموقع طبعاً اسم الموقع Elephant Labs Elephant Labs أوكي شبه أتروح على جوجل كروم تضغط وتفتح نافلة جديدة طيب فتحنا نافلة جديدة حتروح تبحث هنا على شيء اسمه Elephant Labs أوكي شبه باللغة العربية واللغة الإنجليزية يمكنك معك Elephant Labs أنا بحث بالعربي يمفع بالعربي بالإنجليزي ابحث بأي شيء ترفوه أوكي فبعمل بحث هذا هو يا شبه Elephant Labs أول موقع بيظهر معك مباشرةً هذا الموقع يا شبه مثل ما قلت لك يعني بيعطيك من حسابين إلى ثلاثة حسابات مجانية وبعدين معد تستطيع أنك تستخدم يعني الاشتراك المجاني وقت يحتاج منك أنك تستخدم الاشتراك المدفوع فإن شاء الله أنا بعلمك في هذا الفيديو حتى اللي بتواجه مشكلة ويقول لك خلاص تم انتهاء يعني لديك أكثر من حساب مجاني ما قلت تستطيع أنك تستخدم حساب مجاني ثلاث بعلمك إن شاء الله في هذا الجزية وكيف تحل هذه الاشتراك بكل وساطة فخلونا نبدأ معكم أول خطوة هنروح نضغط هنا بعد ما بحثنا هنروح نضغط على هذا الموقع يا شبه أوكي طيب هذا الموقع بيقول لك بتظهر لك هذه الواجهة هتضغط على Get Started Free معناتها ابدا مجانا اضغط عليها هذه اللي هي باللون الأسود وحننتظر طبعا وظهر معك بهذه الواجهة هنا بيقول لك اكتب الإيميل الخاص بك وكلمة السر ووافق لي على الخصوصية طيب أنا من وين أجيب الإيميل هل أجيب الإيميلة الحقيقي لا هتروح تضغط على علامة الزائد تفتحنا في دي جديدة هابهي اضغطنا على علامة الزائد وروح تبحث على شيء اسمه إيميل وهمي إيميل وهمي وحنبمن بح أوكي شبه ودخل على أي إيميل وهمي عادي مش نفس رايت سونك رايت سونك فقط احنا حددنا أنه فقط يقبل إيميل وهمي من موقع واحد بس لكن هذا عادي اختر أي إيميل وهمي كله يضبط معك إن شاء الله أوكي شبه قس بنانتظر إلى أنه يظهر معنا أنا بيقول لك جارة تحميل هيجيب لك الآن إن شاء الله إيميل اختر أي إيميل أي موقع يجيب لك إيميلات وهمية ما فيه أي إشكالي جاب لي هذا الإيميل بعمل على نسق تم نسخه مباشرة تم النسخ بسحب من هنا تستطيع أنك تتنقل بين الصفحات تضغط هنا لا لا أنا وين ضغط هنا يا شباب تضغط هكذا وتحرك يعني تضغط وتحرك تقدر أنك تتنقل بين الصفحات فهنا تنقلت بعض الطرية أوكي ضغطت هنا وتنقلت قلت ستارتت فري نقدع مننا أنا خلال تنقل في إيميل أوكي يا شباب فبروح الآن ألصق البريد الإلكتروني وكذلك كلمة السر إن شاء الله بضع له بريد الإلكتروني مع كلمة السر هنا بضع البريد الإلكتروني وضعت البريد الإلكتروني هنا الباسورد بضغط ضغط واحدة وضع ضغط نفس الإيميل بخليه بريد الإلكتروني يعني بخليه باسورد بضغط هنا فعل هذا الخيار وفعل هذا الخيار بحث أنه يظهر معي هنا على متصح مرتين بعدين نضغط على سنجة أب وانتظر حتظهر لي هنا رسالة ركز الرسال باللون الأسود ها حتقول لك أنه تم إرسال رسالة التفعيل إلى البريد الإلكتروني وإحنا أخذناها شوف أيش بيقول لك المهم هذا هو الإيميل تبعك فضلوا لأنك تروح الآن على الإيميل يعني تم إرسال رسالة إلى الإيميل الخاص بك لو تريد أنك تفعل فكيف يا شباب بروح أصحبها كذا بروح أضغط هنا هذا هو الإيميل التبعي آه أين حتكون الرسالة حتكون الرسالة هنا في البوكس هذه الفيلابس إن بوكس هنا حتكون الرسالة بضغط عليها ضغطة بشوف أنه موجود فيها يعني التفعيل مباشرة هذه بضغط هنا على هذه فيرتي إيميل مباشرة فتحت الحساب بكل بساطة أضغط على الآن هنا جهز ما عليك إلا أنه طبع الآن الإيميل الخاص بك بضغط هنا ضغطة بضغط هنا ضغطة بضل ضغط وبعمل بس وبضل ضغط لأنه كلمة المرور مع الإيميل هي نفس الإيميل أنا وضعتها وبعمل سنقاب مباشرة فيدخلك إلى الموقع لأنه خلص تأكد من بريدك الإلكتروني تأكد طيب جاهز مباشرة فتح لك الآن الحساب هيدخلك إلى الموقع اللي هو بالذكر الصناعي حتضغط على سكيب أكيه ضغط على سكيب أو تكتب هنا اسمك أو أي شيء ما عليك أنت فقط تضغط سكيب وإن شاء الله أني حتضبط واحد كتب أي اسم أو قد بدأ يحمل معك خلص ما علي يحتاج أنت فقط تضغط على سكيب يعني تخطي عناة سكيب تخطي طيب فتح معك بكل بساطة الآن هنا تستطيع أنك تكتب النص وهنا هم الأشخاص اللي حتختارهم الأصوات من هنا حتختارها أنت أول ما حتدخل على الحساب حيظهر لك بهذه الواجهة هنا تكتب الكلام عن النص هنا تضغط على جينيريت سبيتش معناتها توليد الكلام بهذا المعنى أوكي شباب فشوف أنا كتبت كلمة أهلا وسهلا بكم حنضغط على جينيريت سبيتش أهلا وسهلا بكم إذن هذا هو الصوت طيب من وين نريد الآن غير صوت شخص آخر هل في أصوات غير هذا الصوت يا سيد باكر أيوه هتضغط هنا مباشرة هتضغط هنا مباشرة على كمال طيب الشخص اللي أنا استخدمت صوته اللي باستخدم صوته هو ما شاء الله عليه يعني صوت هكذا ينفعل الإعلانات اسمه كلايت هنضغط على كلايت ونضغط جينيريت سبيتش ركز أهلا وسهلا بكم يا سلام طيب يا شباب ركز كم بيجيب لي حروف مجانية عشرة ألف حرف عشرة ألف حرف في الحساب الواحد يعني مسموحك فقط تنشئ حسابين مجانيين تنين بس لو إنشأت الحساب الثالث حيقول لك والله هنا لديك مشكلة خلاص يعني أنت الآن ما تستطيع أنك تستخدم الفترة المجانية أسعى لأشياء أنك تستطيع أنك تستخدم الموقع ضروري ومهم جداً أنك تشترك في الاشتراك المدفوع بس أنا قد علمتك إن شاء الله بعلمك الآن كيفية أنك تواجه هذه المشكلة وكيف هذه المشكلة بتواجهك بس قبل ما تواجهنا المشكلة يا شباب المشكلة إن شاء الله حشرح لكم كيف تحلوها بعد ما أكمل الآن نجهز الكلام الآن خلاص جهزنا الصوت وتقدر شوف شوف في معك صوتية أكثر من صوت موجود هنا أكثر من صوت من هنا نختار الصوت هذه كلها صوتية يا شباب لو ضغط فقط على الصورة حتشوف أنه بيظهر لك مثل هذا المربع تشغيل تسمع صوت الشخص Just trust yourself then you will know how to live أوكي بيضغط هنا فوق الدائرة الصفراء As we are liberated from our own fear our presence automatically liberates others والذي صوتية بيضغط هنا وفع الصوت وشوف The thing always happens that you really believe in وحنها باللغة الإنجليزية بس أنت مجرد ما تختار الصوت حيتكلم باللغة العربية حيتكلم في أصوات نساء مثلا 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 هذه If you spend your whole life waiting for the storm you'll never enjoy the sunshine أصوات نساء تقدرين أنك تختاري مثلا صوت مرأة طيب في أصوات أخرى مكتب أيوة في مكتب أخرى جاهزة كاملة مكملة لك أعلمك إياها بعد شوية إن شاء الله من المنت جيب الأصوات أو خلوني أعلمها لكم الآن من وقت تجيب يعني معك مكتب أصوات جاهزة كاملة خلوني الآن نجيب النص علشان نبدأ نحولها إن شاء الله بالذكاء للصناعي بكل بساطة أوكي بضغط هنا ضغطه وعمل على نص بلسقلك النص الخاص بي وين هنا بضل ضغط وعمل بس هذا هو النص شوف إيش بيقلت شعور بالتعب والإرهال أوكي يا شباب من وين نجيب النصوص النصوص تستطيع إنك تجيبها بكل بساطة إنك أولا تضغط على الثلاث النقاط أولا ضغطنا على الثلاث النقاط وتنزل هنا في معك شيء اسمه الموقع على الكمبيوتر تضغط عليه أوكي الموقع على الكمبيوتر شوف الآن بتتسقر محك أنك أنت الآن بتستخدم الموقع من وين؟ من الكمبيوتر إيش حتروف تعمل لي الله يسعدك؟ هتروف تضغفه على الثلاث الخطوط الموجودة هنا الثلاث الخطوط الموجودة هنا هنا هذه الثلاث الخطوط تقرب الشاشة هذه اضغط عليها ضغطة في معك شيء اسمه فويس هذه فويس او الصوتيات اضغط عليها واضغط على الـ X هنا خلاص بنجرد انك ضغط عليها هذه يا شباب مكتبة كاملة كل الصوتيات هنا حتلقاها كل الصوتيات اللي انت الان تبحث عليها هنا فتى تستطيع انك يعني تختار باللغة اللي انت تريد هنا في معك الفلتر هنا بيقول لك المكتبة الخاصة تستطيع انك تجد صوتيات كثيرة جدا مكتبة مليئة بالصوتيات انت غير فقط تبحث بالصوتي اللي تريدها هذه كلها مكتبها في معك اللي برو في معك اللي مجاني كل هذه الصوتيات اوكي شباب يعني من وين تجيب صوتيات اخرى ماي فويس من هنا تقدر انك تجيب صوتيات تدرون انك تطبق معي هذه الخطوات لا هذه الخطوات هي يا شباب متقدمة هل لو تجوا تلاحظوه فانا برجع اضغط هنا بقرد اضغط على الثلاث الخطوط وارجع اضغط على اه تيكستو اسبيتش ضغط عليها علشان نرجع للمكان تبعنا اللي هنا ننصق الكلام وهنا نضغط على توريد الكلام جنرية اوكي شباب بس خلوني اروح اضغط على ثلاث الخطوط ونرجع بدل ما يكون على الكمبيوتر على الهاتف علشان افضل ويكون الخط قريب معنا والواجهة قريبة اوكي شباب هذه الواجهة شوف انا الان بختار الشخص اسمه كلايت هذا هو اسمه تروح تبحث اذا ما ظهر عندك سي ال واي دي اي هيظهر معك مباشرة هذا هو كلايت هذا هو كلايت الصوت اللي انا باستخدمه فالان حنضغط على جنرية توسبيتش وركز كم عدد الفروف تسعة الف وتسعمية وسبعين عرف وكلما عملنا جنرية توسبيت بيحسب كم عدد هذا الفروف الموجودة في النص وبيبدأي نقصها يعني مسموح لك انك عشرة الف بس حن استخدمهم عشرة الف حرف فالفترة المجانية فانا كم عدد الحروف الموجودة في هذا النص الله اعلم بيخصم منها يعني بيحول لك صوتيات بمقدار عشرة الف حرف شوف مدرد مجرد ما بضغط على جنرية شوف الآن حيختصر لي شوف فقط بقيم هاي كما الآن الفروف هل تشعر بالتعب والارهاق هل تبحث عن دفعة طبيعية لحياتك الاسبرولينا هي الحل الأمثل لك هذا الغذاء الخارق يمنحك طاقة لتنضب واستقبل يوما مليئا بالنشاط والحيوية حارب الأمراض واحمي نفسك بفضل تركيبة الاسبرولينا الغنية بالمغذيات ساعد جسمك على تحقيق الوزن المثالي بطريقة طبيعية وصحية استمتع ببشرة مدوهجة وشعر قوي ولامع قل وداعا لمشاكل الجهاز الهضمي واستمتع بوجباتك كيف تعمل الاسبرولينا بفضل تركيزها العالي من البروتينات الفيتامينات والمعادن تغذي الاسبرولينا جسمك بالكامل وتدعم وظائف الأعضاء الحيوية اضفها إلى عصيرك زباتي أو وجبتك المفضلة واستمتع بمذاقها اللذيذ وفوائدها الكبيرة ابدأ رحلتك نحو صحة أفضل الآن اضغط على الرابط في الوصف وشاهد الفرق بنفسك الفرق ألان كيف نبدأ نحايني يا شباب نعدل الصوتيات نفسها إذا لاحظنا أنه بينطق بعض الكلمات خطأ قال إيش قال الفي الفي يعني الفا نطقها مكسورة صح أنا أريد أنه يجعل الفا مفتوحة الفرق الفرق ماشي الفرق يعني الراء كسرها والفا كسرها أريد أنه ينطقها بطريقة صحيحة فأنا بسمع النص وشوف وين الخطأ وبدأ أجيب أنا من عندي التشكيلات الخاصة بالنطق الصحيحة أنت حتسمع ونطقها بنفسك ها الفا اللقاء يعني أعلمك اليوم لغة عربية بك يا شباب فبضغط هنا وبسحب هكذا طبعا في كيبورت ميكروسوفت موجود معك التشكيلات الفتحة والضمة والكسرة مجرد ما أنك تضل ضغط على النقطة هذه هذه النقطة اخذف شوف الآن بيبدأ يعدل معك بضل ضغط على النقطة وبسحب هكذا بضل ضغط وانا ساحب هذه الفتحة هنا شوف فوق الفا فتحة الآن لو أرجع أني أعمله جينيريت تسبوك وطبعا يا شباب في البداية ما حيكون معك الصوت حماسي هو الآن بيبدأ يتمرن مع الحساب المجاني تبعك بيبدأ يتمرن حتشوف أنه بيبدأ يجيب لك الصوت كما قد هذا المؤشر في نهايته يعني كما معك باقي معك للاحروف قليلة بيبدأ الصوت يكون أفضل وأرواع فبرجع أضغط على جينيريت يريد الآن أنك تحمل الصوت أعجبك الصوت وخط فقط مجرد على تنزيل شوف الآن بيتحمل معك شوف الآن بيقول لك تم التنزيل تريد تنزيل ملف واحد بس مجرد ضغطة زر هذا هو الصوت عندك أوكي حتى بيقول لك متى سجلت الفيديو وساعة 11-26 وأنا بيقول لك التاريخ اليوم الشهر والسنة أوكي فحادي أضغط على جينيريت تسبويتش والنعيد يعني مرة ثانية شوف الآن حيخصم حيخصم بقدر طول النص حيخصم شوفها صمصة هل تشعر بالتعب والإرهاق؟ هل تبحث عن دفعة طبيعية لحياتك؟ الاسبرولينة هي الحل الأمثل لك هذا الغذاء الخارق يمنحك طاقة لا تنضب وحيوية تفوق توقعاتك قل ودعا للإرهاق واستقبل يوما مليئا بالنشاط والحيوية حارب الأمراض واحمي نفسك بفضل تركيبة الاسبرولينة الغنية بالمغذيات ساعد جسمك على تحقيق الوزن المثلي بطريقة طبيعية وصحية استمتع ببشرة متوهجة وشعر قوي ولامع قل وداعا لمشاكل الجهاز الهضمي واستمتع بوجباتك كيف تعمل الإسبرولينة؟ بفضل تركيزها العب طبعا أنا بسمع الآن معك كأني بصمم معك الآن كأنه أنت اللي بتسوي هذا الشيء ليش؟ يا سيد باكر المفروض أنك تختصر الفيديو وإكتراكت لها عشان أنا أشوف لو في أخطاء ملاقيها ساعدك ويكون مضد الصوت تبعك كأنه شخص حقيقي ما في أخطاء ملاقيه لأنه كيت بعرف أن الأشخاص كنت بميزوا أن هذا صوت ذكي أصطناعي ومش صوت ذكي أصطناعي من خلال النطق فلما يسمعون أنه في النطق الخاص بالكلمة مش تمام بيعرف أنه مش صوت ذكي يعني بيعرف أنه صوت ذكي أصطناعي هذا مش شخص حقيقي العالي من البروتينات، الفيتامينات والمعادن تغذي الإسبرولينا جسمك بالكامل وتدعم وظائف الأعضاء الحيوية أضفها إلى عصيرك، زبادي أو وجبتك المفضلة واستمتع بمذاقها اللذيذ وفوائدها الكبيرة ابدأ رحلتك نحو صحة أطلق أنا الآن منتظر كيف ينطب كلمة الفرق شوف هل التشكيلات تبعي صح ولا لا افضل الآن اضغط على الرابط في الوصف وشاهد الفرق بنفسك الفرق لازل بنطقها خطأ الفرق لا أنا ما أريد أن ينطق الر أنا ما أريد أنه ينطق الر يا شباب مفتوحة الفرق بنفسك الفرق يعني الرق المفروض أنها تكون ساكنة الرق الفرق ساكنة أكدر في معكم يا شباب موقع اسمه موقع صحح لي موقع صحح لي لو تأخذ النص الطبع كامل وتروف لعنده مباشرة حيصحح لك ويعمل لك تشكيل على الكلام لو رفنا نضغط هنا مثلا ضروا حضغط على علامة الزيت واكتب على شيء اسم الصحح ليه رم البحث هذا الموقع اسم الصحح تضغط عليه وتستطيع أنك تسجل الدخول بالإيميل الخاص بك الحقيقي ما فيه أي أشكالي ولا فيه مخاطر اوكي اللي هو تدقيق ملائي هنا تدخل النص مباشرة اوكي يقول لك تسجل الدخول أنا حسجل الدخول تقدر حتى تسجل الدخول بإيميل آآ وهمي بس أنا حسجل الدخول للإيميل طيب أنا اخترت الإيميل الخاص بي هذا إيميل فقط لتجريب وبضغط على continue موافق تم إنشاء الحساب أنا هنا بيقول لك دخل النص خلاص بعد بعد إنشاء الحساب تستطيع أنك تدخل النص الخاص بك هل تشعر هذا هو النص اوكي شبه هذا هو النص كامل هو جرافق أنا لصقته هنا هنا بيقول لك هل تريد أنه يعمل لك تدقيق ملائي ونحوي أو تريد أنه يعمل لك تشكيل قلي أو تشكيل أواخر الكلمات أو تشكيل إلزامي يعني حاجات مؤمنة أنت حتختات تشكيل حركات مختارة مثلا الفتحة وبدأ التشكيل فقط أنا مجرد ما عملت لبدأ التشكيل بدأ الآن يشكلي هل تشعر بالتعب والإرهاق هل تبحث عن دفعة طبيعية لحياتك اللي بسم الله هي الحل الأمثل لك هذا الغذاء الخارج خلونا نجي نشوف كلمة الفرق هل شكلها ولا لا ولا شكلها ولا أعمل لها شيء أوكي شباب طيب تشكيل النص تقدر أنت الآن تشكيل جزئي للنص المختار تشكيل كلي شوف الآن بيبدأ يشكل لك كامل كل شيء وشاهد الفرقة بنفسك الفرقة بنفسك أوكي نص عملت لها تشكيل كلي أخي أنا بمشي معك والله يا شباب والله أنا مدلعكم زيادة تستهلوا كل الخير والله بيست فالآن جبت لها الكلام المشكل وأعمل جدريت وأشوف هل فعلا النتائج بتكون أفضل ولا لا أوكي هل تشعر بالتعب والإرهاق؟ هل تبحث عن دفعة طبيعية لحياتك؟ الإسبر لينا هي الحل الأمثل لك هذا الغذاء الخارق يمنحك طاقة لا تنضب وحيوية تفوق توقعاتك قل وداعا للإرهاق واستقبل يوما ملي لا 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 ما عجبني التشكيل والله والله ما عجبني يا شباب نرجع على موقع صارحة حلي لا أنا أقول لي يا أخي ما أريد أريد فقط تشكيل حركات التشكيل أواخر الكلمات بس طيب تلعنا الباقة المجانية ولديك ثلاثمائة كلمة في اليوم الواحد فقط الله يعني في حاجة مجانية وفي حاجة مدفوع طريب منك يا إذن يا شباب لا تدخلوا لها بالإيميل الحقيقي دامه وكذا لا تدخل بالإيميل الحقيقي يعني في اليوم فقط بيغضيك ثلاثمائة كلمة أوكي سلام الله علينا إحنا بنشكل إحنا أفضلوا بس حترجع تنسلح هذا الشيء وتجيب إلى الكلام اللي هو تبعك المهم كلمة الفرد الف 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 هي مفتوحة الف ونخلي هذه الساكنة الفرد بنفسك خلاص جاهز أنا أظن أنه خلاص هكذا هي التشكيل وبنرجع نعيد مرة ثانية generate to switch وعن بولترق شوفها كيف اللون الأسود بيبدأ هكذا حتى هل تشعروا بالتعب والإرهاق لو تجي تركز فأنه كل ما يعني عدت الصوت مرة ثانية ومرة ثانية من مرة لمرة بيبدأ يحسن صوتها بيكون بطريقة أفضل يعني شوف أول مرة عملنا الصوت كيف كان هل تشعروا يعني خامل بعد إن بدأ يكون حماسي أكثر شوية والآن حيكون حماسي أكثر من المرات السابقة وكل مرة بيكون حماسي أكثر من المرات السابقة يعني بيبدأ الآن أنه يكون أكثر حماس ليش؟ لأنه بيبدأ يتعلم أكثر وأكثر وكيش؟ يقول لنه سمعتك على صناعي تركزي معلان ها؟ سمعت الصوت الآن حتميز أنت منفسك هل تبحث عن دفعة طبيعية لحياتك؟ الإسبرولينة هي الحل الأمثل لك هذا الغذاء الخارق يمنحك طاقة لا تنضب وحيوية تفوق توقعاتك قل وداعا للإرهاق واستقبل يوما مليئا بالنشاط والحيوية حارب الأمراض وحمي نفسك بفضل تركيبة الإسبرولينة الغنية بالمغذيات ساعد جسمك على تحقيق الوزن المثالي بطريقة طبيعية وصحية استمتع ببشرة متواهجة وشعر قوي ولامع قل وداعا لمشاكل الجهز الهضمي واستمتع بوجباتك كيف تعمل الإسبرولينة؟ بفضل تركيزها العالي من البروتينات، الفيتامينات والمعادن تغذي الإسبرولينة جسمك بالكامل وتدعم وظائف الأعضاء الحيوية أضفها إلى عصيرك، زبادي أو وجبتك المفضلة واستمتع بمذاقها اللذيذي وفوائدها الكبيرة ابدأ رحلتك نحو صحة أفضل الآن اضغط على الرابط في الوصف وشاهد الفرق بنفسك أعرف نسر يا شبك، أعرف نسر إذا هو بينطق الراء مفتوحة، الفراء، الفراء، راء، راء، راء يعني هذي بينطقها مفتوحة لكن الفر، فر، هكذا يعني بنشوفها كان في حاجة ماسكت لها سكون، أوكي؟ يعني أنت لما تشكل الكلمة أنت بنفسك أفضل من موقع صحة هذي يعني ما عد بتحتاج إلى موقع صحة هذي لو مشهد بهذا الاستراتيجي يضغط على تحميل إذا شفنا من مرة لمره لمره شوف الآن أنا أريد أني أكمل هذا الحساب أريد أني أكمل هذا الحساب علشان أصبح له لأنه البعض حيقول يا سيد ذاكر ما عد بتطلع لي خبا يا سيد هل تشعر بالتعب والإرهاق؟ هل تبحث عن دفع؟ شف 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 كل مرة بيزيد الفماس أكثر وأكثر يعني أنت استغل الحساب المجاني لين تكمله؟ استغل الحساب المجاني لين تكمله؟ لا تستعجل عليه المهم أنت تخليك معي إلى الأخير لأنني حوا بيك مشكلة حتواجهك مش بعدها تقول يا سيد باكر والله في أشخاص يا شباب يدخل إلى الخاص يا سيد باكر الآن الحساب الخاص بالفيسبوك هل يعني يجوز أنه نعمله أسألكم بلاش يعني رجعنا المسألة فتوى وما فتوى والسبب أن الشخص ما بيشاهد الفيديو للأخير ما برد عليه إطلاقا لأنه يعرف أنه حل المشكلة موجودة في الفيديو بس مشكلتين وما يستطيع أنه ويعيد الفيديو مرة ثانية إيش أعمل لك؟ فركز معي لأنه في الأخير حتواجهك مشكلة ورح أقول لك إن شاء الله كيف تحلها مش مشكلة مشكلتين حتواجهك الصحية استمتع ببشرة متواهجة وشعر قوي ولامع قل وداعا لمشاكل الجهاز الهضمي واستمتع بوجباتك كيف تعمل الإسبرولينا؟ بفضل تركيزها العالي من البروتينات الفيتامينات والمعادن تغذي الإسبرولينا جسمك بالكامل وتدعم وظائف الأعضاء الحيوية أضفها إلى عصيرك زبادي أو وجبتك المفضلة واستمتع بمذاقها اللذيذ وفوائدها الكبيرة ابدأ رحلتك نحو صحة أفضل الآن اضغط على الرابط في الوصف وشاهد الفرق بنفسك يا السلام يا السلام طيب أنا حوقف الفيديو إلى أن أكمل هذا الخط الأسود يمتلي يعني أحكمل الفترة المجانية علشان أوديك المشكلة اللي حوت وعشهاك وإيش تعمل معها طيب يا شباب ركزوا معي الآن كم باقي معنا واحد مئة وستة واربعين فقط حرف المتبقي للفترة المجانية وبنشوف أنه خلاص الدائرة هذي اكتمل يعني أنت الآن لو عملت لجنريت لأنه أشوف لسهن لحد الآن بينشئ خلونا الآن نسمعي يا شباب التسجيل الأخير كيف هيكون هل هو فعلا حماسي أكثر من التسجيل الأول خلاص بيقول لكم يعني يكمل الفترة المجانية الخاصة بعد المعنى المهم خلونا نسمع الصوت ومسعدكم يا شباب شوف مجرد بقى أقول لها ري جنوريت سبيت هو يعني هل تشعر بالتعب والإرهاق؟ هل تبحث عن دفعة طبيعية لحياتك؟ الاسبرولينا هي الحل الأمثل لك هذا الغذاء الخارق يمنحك طاقة لا تنضب وحيوية تفوق توقعاتك شفتوا كيف يا شباب الله سعدكم يعني بنجي اللاحظ أنه خلاص أنت لا تكملت عليك الفترة المجانية للمجرد أنك ترجع تضغط هنا بتظهر لك رسالة بيقول لك انتهت الفترة المجانية إذن هذه أول مشكلة حتواجهك إيش الحل؟ الحل أنك تضغط هنا لو تريد أنك تسجل تسجيل خروج حتضغط هنا على هذا الشخصية اللي هو هنا وبعدين تضغط على وتنشئ حساب مرة ثانية خلاص لما لك الفترة المجانية عليك بس تأكد أنه قبل تعمل تسجيل خروج تنزل الصوت الأخير إذا كان الصوت تمام مناسب لك بعدين ترجع تنشئ حساب مرة ثانية هنا تضغط على تضغط على وحيوديك إلى واجهة معناتها تسجيل حساب جديد بهذا المعنى لكن شوف هذه يعني معيش حساب من قبل أريد أني أدخلها فيه بهذا المعنى وبهذا الطريقة إذن هذه أول مشكلة حتواجهك ممكن أنه بعد ما يكمل عليك الفترة المجانية خلاص بيقول لك معها بتستطيع أنك يعني بتضغط على تحويل الصوت أو تحويل النص إلى صوت بيقول لك ما في يعني بتضحرك رسالة خطأ السبب أنه تأكد أن الفروف تبعك كان ملت خلاص العشرة الألف حرف استخدمتهم كامل يعني حول لك عشرة ألف حرف إلى صوت خلاص كملت عليك الفترة المجانية الطريقة الثانية هتواجهك مشكلة إنه لو أنشأت الآن حسابين الحساب طبعا هو بيعطيك فقط حسابين مجانيين لو أنشأت الحساب الثالث هيقول لك ما عدت بتستطيع والله لو تشغل بي بي إن ولو تبحث على السوشيال ميديا ما حتلقى هذا الحل ونواتق من كلامي ما حتلقى حل هذه المشكلة إلا عندي يعني عارف في هذا الشيء وعارف كيف أني أستطيع أني يعني أتلعب عليه وأوصل إلى الطريقة أني أستطيع أني أفتح ألف حساب مش إلا حساب واحد ولا ثمين ولا ذلك ألف حساب مجاني يعني وكأن هذا الموقع لك مجان مدى الحياة بس بهذا الطريق أركز لي إيش الطريقة الطريقة تتابع معي الآن الشف كيف تحل يعني حتظهر لك مشكلة هذه المشكلة بيقول لك أنه خلاص لديك حسابين أنشأت أكثر من حساب على هذا الهاتف بيقول لك على جهازك فما تستطيع أنك تنشأ حساب تاري فما هو الحل تابع معها علشان تشوف الحل لأنه قلت لك والله يحل هذه المشكلة مش موجود على أي جناف في اليوتيوب مش موجود لا باللغة الإنجليزية ولا باللغة العربية فركز معي خطوة خطوة أوكي يا شبر يلا إن شاء الله تابعوا معي الآن الشر فمثلا أنا حكتوا بنص مرحبا بكم في الوداية مرحبا بكم هذا هو الموقع إحنا الآن داخل الموقع شوف بضغط على جيلوريت سبيتش ضغطت عليهم يا سالة ظهرت من الرسالة يا شبر لأنني أنا قد استخدمت الفساب مرتين لو أجي أترجم هذا الرسالة ترجمة لأنه في أشخاص هتواجههم هذه الإشكالية أو هذه المشكلة شوف إيش بيقول لك شوف إيش بيقول لك تم اكتشاف نشاط غير عالي تم تعطيل استخدام المستوى المجاني لقد قام النظام بتمييز حسابك بصدب نشاط طبعا أنت أول ما حتفتح لك حساب حيث بضط معك مباشرة بس لأنه أنا قد جربت من قبل مرتين فهنا بيقول لك أنه تم فتح أكثر من حساب من هاتفك أوكي لأنه بيكتشفك عن طريقة الآيقية الطريقة الواحدة اللي تجنب تشغيل النظام عنده حدوث شيء كاله هي شراء الاشتراك المدهوم كيف أحصل الآن عليه مجانا ركز معي خطوة خطوة أوكي شباب ركز معي الآن خطوة خطوة كيف ححصل عليه مجانا شوف الآن مجرد نضغط على توريد الكلام بيقول لي يا أخي تم اكتشاف بترجع لي هذا الرسالة برغم من الحساب الجديد فإيش حالوح أعمل ركز حتروح مباشرة تسحب للأسفل وتظل ضغط هنا على الشبكة دخلت الآن إلى الشبكة حتروح تضغط على الإعدادات الخاصة بالشبكة ركز معي حتى لو شغلت VPN أنا الآن أصلا مشغل VPN ها شوف أنا مشغل VPN حتى لو عملت تشينج سيرفر حيكتشفك حيكتشفه تشينج سيرفر مش رفس راية تسوني حيكتشفك يعني حيكتشفه ركز حيكتشفك حيكتشفك حيقول يا أخي لديك أكثر من حساب بنفس الآيبي فما تقدر نفس الفكرة تم اكتشاف برغم أني غيرت الآيبي لا هذا يا شباب الآن هو بيكتشفك عن طريقة لإيش عن طريقة الآيبي الخاص بالشبكة أكسب بإيش حتعمل حتروح تعمل للشبكة نسيان عملنا للشبكة الآن نسيان خلاص الشبكة الآن تم نسيانها بروح الآن أنا دخل كلمة السر للشبكة شوف أول ما أدخل على الشبكة عملت لها نسيان ركزت معي إيش عملت عملت للشبكة نسيان هذه أول خطوة طيب أنا دخلت كلمة السرية يا شباب الخاصة بالشبكة تبعي يعني عملت لها نسيان وإجاب دخلت كلمة السر شوف الآن برجع على الموقع وشوفك إيش حعمل توليد الكلام ركزت معي لازال كذلك إيش السبب إيش الحل الحال إنك تعمل تسجيل الخروج Sing out ونروح الآن ننشأ الحساب جديد بس قبل ما ننشأ الحساب الجديد أو أنا أقصد نروح توقف الVBN كذلك تأكد إنك موقف للVBN وتأكد إنه الشبكة نفسها نضغط عليها هنا نعمل لها نسيان ونرجع ندخل مرة ثانية أكتب كلمة السر جاهز جاهز الآن أنا كتبت كلمة السر وعملت اتصال بالشبكة بروح الآن أفتح إلي في اللاب برجع أدخل هنا تبيمي الوهمي في بعمل لانس تم من نس إن لانا وين بغت نعم طيما النس برجع إلى إلي في اللابس نفسه وبضغط على اشتراك لأنه ليس لدي حساب وهنا بلصق الأيمين وبضغط على سينجاب مش عارف إيش كالية عندي عن لك عاك ها تلمان بوكي الآن منتظر منك إنك تضغط أنا إنسان تضغط عليها بعدين ضغط على اشتراك وتنتظر وحيرسل لك رسالة يدل استخدام بلشا يقول لك هنا تسجيل الدخول أنا أريد إنه يعمل لي إيميل آخر وبضغط هنا خلينا نجي نقول احذب ونريد إنه يجيب لنا إيميل آخر يجيب لنا إيميل آخر إنه بيقول لك هذا البريد الإلكتروني مستقدم من قبل فعلى شنك تنشألك إيميل وكي جب لنا إيميل عملنا لنا نس برجع إلى نفس الكلام هذا هو وضلل عليه كامل وعمله نفس الكلام ونعمل إشتراك ولكن إن شاء الله بيقول لك سيتم رسال رسالة إلى الإيميل الخاص وكي تم إرسال قد أرسلنا رسالة إلى البريد الإلكتروني بروح الآن إلى البريد الإلكتروني المهمن هذا هو إلي في اللاس ورغط عليها بقبة واحدة حتظهر لي رسالة فريتي بس فأكد إن أنا قد عملت إيش تبعير للشبكة يعني قد عملت نسيان للشبكة الآن إن شاء الله للمشكلة إيش باب حتى تحتنى المعنى كل مصططر وكي أرسلنا للمشكلة إنه عملنا نسيان للشبكة كل لدينا حساب من قبل وعملنا مننا تسجيل الخروج وبعدين غيرنا الشبكة وإن شاءنا حساب ثاني إن شاءنا حساب ثاني الآن بلصق الإيميل مع الباسورد طبعا الإيميل والباسورد هون نفس الفكرة وبضغط على مباشرة أو ايش بيقولي هنا دعيميل ايش أنا رقرت على الرابط الله يستاذك وين راح مهمل فريتي سنج أم ألأس أوكي تم التحقق بس ننتظر بنلصقها مرة ثانية ونعمل سنقين ونمور إن شاء الله طيبة جاهز الآن سكسيسفول يعني تم الاتصال نعمل اسكيت أوكي الآن حنروح هنا نكتب أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم ونعمل له جنريت سليتش أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا شفتوا كيف الحل للمشكلة يا شما عرفتوا الآن كيف حالينا الإشكالي الله يسعلكم شكرا لكم الله بحجم الأرض وبحجم السماء إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى تكونوا أكيد استفدتوا وتعلمتوا هذه الطريقة طبعا إن شاء في طريقة وفرعة على كامتة أنه في نفس اللحظة في معك أدوات في كامتة يعني تتكلم صوت موجود أدوات بس مثل إليف اللمس مش موجود إليف اللمس حاليا هو يعتبر رقم واحد يعني في الصوتية بالبكاء الاصطناعي تمام فإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة أو الجزء الثالث من هذه المحاضرة هنتعلم إنه خلاص كيف نبدأ نجهز إن شاء الله لتصميم الفيديو المتكامل جهزنا أولا من السكريبت والجزئية الأولى أدسية الثانية جهزنا النص الجزئية رقم الثلاثة إن شاء الله حنبدأ ندمج الصوت نفسه يعني الصوت حنبدأ ندمجه بإذن الله سبحانه وتعالى مع الفيديو ونجهز فيديو هكذا يحترق بي يلا إن شاء الله نتظره في الجزئة الثالثة الأكبر ميم رائحة السلام عليكم